اشتركوا في القناة الكولور وعملت فيديو بالفلاش في اخ عزيز كتب في التعليقات اني جربت انا اعمل التجربة دي بالفلاش ولكن فشلت باحترم رأيه ورأيه على رأسي والتعليقات كلها على عيني وعلى رأسي حبيت اعمل الفيديو مرة تاني عشان يشاهده واقول له الغلط فين عنده اللي هو كان سبب ان التجربة فشلت معها بحب اشكركم قبل ما ابدأ الفيديو على التعليقات واللاقيقات الجميلة اللي فعلا بتساعدني وبتدعمني ان انا استمر في تنزيل المحتوى في بداية الفيديو اهم حاجة الامان يعني من باب الامانة بنستخدم الجوينتي طبعا بنلبس الجوينتي بتاعنا وبنحتاج الكمامة عشان خاطر الابخرة اللي ممكن تخرج يعني مضرة شوية ويفضل التجربة تبقى في مكان مفتوح طبعا الفكرة دي احنا كلنا فيمثل حاجة لها سواء صناعية او فنيين او ان احنا في البيت محتاجينه هنحتاج البطاريات كلنا عارفين البطاريات بتاعت الساعة او الحجارة اللي هي بتاعت الريموت بنفك الغلاف الخارجي للبطارية بالشكل اللي احنا شايفينه دي البطارية البطارية طبعا بتتكون من زينك وكربون احنا هنحتاج الغلاف اللي هو الخارجي اللي هو الزينك اللي هو بصو شكل الرصاص كده من بره تمام هنطلع المواد اللي هي جوه البطارية وزي ما قلتلكم يعني من باب الامانة بنستخدم الجوينتي تمام يعني التجربة سهلة وبسيطة وكلنا في امس الحاجة لها سواء فني او صناعي او في البيت بس هي تستخدم الامان طبعا كل حاجة عندنا في البيت او اي اجهزة عندنا يعني ممكن لو حسبناها اللي هي مدرعة بس لو تخست الامان والاحتياطات فهتبقى في امان وما فيش اي مشكلة وما فيش اي ضرر تمام هنطلع طبعا بنطلع اللي هي المواد اللي من جوه دي لما احنا محتاجين الغلاف الخارجي بس ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم واللي عنده رأي او فكرة او سؤال على عينه وعلى راسي باحترم كل التعليقات سلبية وإيجابية تمام بعد ما زبطنا الدنيا ونظفنا ورجعينا لكم تاني طبعا بصوا ده اللي هو الغلاف اللي احنا محتاجينه على البطارية الخارجي هنقصها كده لقطع الفلاش بريتيك بريتيك اللي هو اسمه عندنا ميت النار اللي هو بنستخدمه في في البطاريات اللي هي بتاعت الموتسيكلات بنجيب برطمانة كده ويكون إزاز متكونش بلاستيك بنفضي كمية قليلة من الفلاش وبعد ما قصصنا وقطعنا الغلاف الخارجي اللي هو بتاع البطارية بالشكل ده وزي ما قلت لكم يفضل يكون في مكان مفتوح مكان مفتوح عشان الابخرة دي مش كويسة عشان لو معك اطفال في البيت او حد عنده حساسية فمن باب الامانة تبقى في مكان في تهوية بصوا هتطلع ابخرة تمام وتلبس الكمامة بتاعتك اهي الابخرة دي تمام انا حبيت اوريها لكم وهاخدها بعد كده هحطها في مكان مفتوح بتوردكم ازاي بتتفاعل وبخيرها هاخدها في مكان مفتوح بره خالص اه على حطة خارجية كده واسيبها تتفاعل ما قدين بالكم بصوا التفاعل بصوا التفاعل اه اخوي العزيز اللي هو علق في تعليق وقال انا عملتها ولكن التجربة فشلت تمام بتسيب المادة اللي هو الولاف اللي هو الزينك يتفاعل مع الفلاش لفترة لا تقل عن ساعة اسيبه يتفاعل الفترة دية يعني انا ما اخدش مثلا على طول في نفس الدقيقة واقول لا خلاص هو منفعش معايا لا على اقل بتبقى ساعة ما يقارب ساعة تمام طبعا انا هجل ربو دلوقتي بالطريقة دي مش هيلحم معايا مش هيلحم معايا بالشكل ده خالص بصوا انا جربت من غير انا جربت من غير بصوا هتفلت معايا بصوا مش اهو جربت من غير ما حط المادة بتاعتي اللي انا عملتها لحمت اللحام والاصدير بتاعي على الاستلس على الكوباية ما لحمتش معايا خالص طيب هنجرب احنا نحط ايه بقى المادة بتاعتنا اللي احنا عملناها بنفسنا تمام المادة دي على فكرة يا جماعة في ناس بتعملها كشغل يعني كتيارة زي ما قلت لكم قبل كده في ناس بتستخدمها كتيارة بتعمل المادة دي المادة دي الصنايعية سواء اجهزة كهربائية او بتاع موبايلات او غيره بيستخدم المواد دي عنده في الصيانة وفي الشغل بتاعه يعني انت ممكن تعملها كمادة فعلة بصغيرة كده بتاعت القطرة الصغيرة وتبحها المادة دي ممكن تبحها لان ما معروف من ربع المستحيلات ان الجزدير يمسك في الاستلس استحالة يمسك في الاستلس المادة دي بتلحم الاستلس بالجزدير بصوا بصوا اهي انسى انسى مش هيفلت خالص انا خلعت وكسرت الدراع اليد بتاعت الكوباية اليد بتاعت الكوباية الاستلس دي انا شلتها خالص ها استاذنا الفاضل اهو بمادة الفلاش وبالغلاف الخارجي بتاع البطارية اللي هو الزينك اهو قدامك وبعملت المادة وهي نجحت انت بقى اه المشكلة عندك فين يا اما المادة ما اتفعلتش كويس يا اما البطاريات فيه انواع بالبطاريات ما بيبقاش اللي هو الزينك عليها ما بيبقى زي عبارة عن صفيح او المادة بتاعتها مش كل البطاريات واحد اللي هو الغلاف الخارجي اللي منبرة عشان فيها طبقتين البطارية تمام? زي ما شفتوا في اول البطارية انا وبفقها معاكم في طبقتين في طبقة اللي هي الزينك وفي طبقة اللي هي اللي من فوق الاولانية اللي هي زي الصفيح دي اللي هي زي الستلس مش معدن بصوا انسى والله اهي بمادة الفلاش هو اللي قدامكم بالضبط هو اللي عملناه الدراع بتاعنا عاوز الحم الدراع بتاعي بتاع الكوباية دي ها الدراع استلس والحمه بكوية وبيلجز دير استحالة ان هو يمسك طبعا واحد ممكن يقول لي طب وليه تعب ده كله وليه ده يعني ليه انا ارهق نفسي والمشكلة دي كلها ما نشتري المادة المادة غالية انت عارف المادة بكم? انت بطارية واحدة بطارية واحدة بطارية شوف يعني رخيصة زي بطارية واحدة بس ممكن تعمل كمية اكتر من علبة بصوا انسى الكوباية ان هي تفل التاني انسى يا رب بكون الفيديو عجبكم و يعني كل حاجة كانت قدامكم اهيه والاستاذ اخي العزيز بحترمه وتعليقه على عيني وعلى راسي وانا عملت الفيديو ده مخصوص والله عشان هو يشوف برضو اهيه ان انا بجربها تاني وبالفلاش ما تنسوش بقى تدعموني باللايك الجميل بتاعكم اه والاشتراك واللي مش مشترك عندي الاشترك واعمل مشاركة للفيديو عشان غيرك يستفيد تمام ما تنسوش لايك الجميل اللي بحبه بتاعكم اللي هو بيخليني فعلا بيدعمني ان انا استمر بيخليني استمر في تنزيل محتوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته